انتظار قاتل يستنزف ما تبقى لدى الفلسطينيين من طاقة تساعدهم على النجاة بأرواحهم يضاف إلى قصف المدفعية والطائرات على قطاع غزة حيث يتجسد هذا الانتظار في تهديدات إسرائيل المستمرة بالهجوم على مدينة رفح التي باتت تشكل الملاذى الأخير للنازحين من مختلف مناطق القطاع الاتحاد الأوروبي حذر الاثنين إسرائيل خلال اجتماع في بروكسل من شن هجوم على رفح حيث وصفه وزراء خارجية التكتل بأنه سيمثل كارثة لنحو مليون ونصف مليون شخص في المدينة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن عليهم وصلة الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وأضاف هذا بالتأكيد سيكون مخالفاً لاحترام القانون الإنساني وزير الخارجية الإرلندي مايكل مارتن قال قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن هؤلاء النازحون في رفح مرهقون ومنهكون ولس لديهم مكان آخر يذهبون إليه معرباً عن صدمته من تفكير إسرائيل في إضافة المزيد إلى معاناتهم وفي سياق متصل قال أربعة مسؤولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى إذ تستعد لشن هجوم بري على مدينة رفح وبحسب المسؤولين فإن القادة العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما تبقى من قدرات حركة حماس خلال هذه الفترة مما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الضربات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة